بتكلفة استثمارية تتخطى 450 مليون دولار أعلنت وزارة البترول بدء التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بمصفات تكرير أسيوت المشروع الجاري تنفيذه يعد أكبر مجمع لإنتاج السولار في أسيوت التابع لشركة أنوباك حيث يجري بالتوازي مع أعمال التوسعات والتطوير تنفيذ عملية تطوير شامل ورفع كفاءة للمنطقة الجغرافية البترولية في أسيوت للحفاظ على أصول الدولة ومواكبة الحداثة والتطور